حسم برشلونا مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين لهدف الجولة السادسة والعشرين من الدور الإسباني لكرة القدم وسجل كل من سيرجي روبرتو والإفواري فرانكي سي هدفي برشلونا فيما كان هدف ريال مدريد خطأا من رونالدا روخو في مرمى فريقه وعزز برشلونا صدارته بثمانين وستين نقطة وبفارق ثنتين عشرة نقطة عن ريال مدريد الوصيف